بسم الله الرحمن الرحيم اه طلب التالت اعدادة تحياتي لكم جميعا بس وصل منشور جديد اه للمدرسة عن طريق اه ياسر اه بي مدير المدرسة وبلغني بي وعلى اساسه فانا وصلت ولك بشكل سريع المنشور هيبقى قدامك اهو هنبدأ نقرأه بعض السادة مدير المدارس بالنسبة لابحاث صف الثالث الاعدادي كده الرسالة دي بتوصل الصف الثالث الاعدادي اه رقم واحد الابحاث كلها ورقية ورقية حتى لو فيه ابحاث الكترونية انت هترفعه لازم يكون فيه بحث ورقي بجانبه يتسلم للمدرسة بشكل رسمي بحث ورقي يعني انت هتتبعه هتوصل نسخة للمدرسة ده رقم واحد رقم اثنين يتم اعداد كشف بابسماء كل مية طالب في فولدر ولابد من تسليم الابحاث للكنترول ودي حاجة تخص شغل للمدرسة ما تخصكش انت بحاجة في بعض اقصاء بيومين بعد امتهاء موعد الاستنام سواء انت رفعته الكتروني انت لازم تسلم نسخة ورقية للمدرسة ده رقم واحد رقم اثنين ما تخصكش اصلا تخص شغل المدرسة رقم تلاتة لو البحث مشترق في اكتر من طالب لو البحث مشترق في اكتر من طالب يتم ارسال اصل البحث يعني انت هتعمل اصل البحث نسخة اصلية وهتعمل الكلام ده بلاس صور بعدد الطلبة المشتركين فلو سيه مسلا انت عامل بحث مع تلاتة اصحابك هتخط اصل وهتخط صورة بعدد كل طالب فانتو اربعة يبقى اربع نسخ انتو خمسة خمسة في اصل البحث وباضافة لعدد من الابحاث بعدد من النسخ لكل طالب نسخة خاصة به هو في البحث اربع طبعا ده جدا رقم تلاتة ورقم اربعة دي برضو حاجة ما تخصكش انت تخص دلات المارسة المواد التي لها تضاف للمجموعة مثل الانشطة او المستوى الرفيع لرسمي وكل مواد الحاسب والايل والرسم يتم اعداد كشف بدرجات ويرساله ده حاجة تخص شغل المدرسة فانت ليخصك رقم واحد ورقم تلاتة بس رقم واحد الابحاث كلها ورقية يعني انت هتعمل نسخة من البحث بتاعك ورقية تطبحها وهتسلم المدرسة بشكل رسمي لو كنتم مجموعة فهتعمل نسخة لكل واحد بالاضافة للاصل والكلام ده هيتحط في ظرف ابيض وهيتكتب عليه الكود بتاع كل طالب وهيتحط جوا فولدر تالي بزرار وهيتسلم المدرسة بشكل رسمي هتستلم به ورقة ان انت سلمت البحث عشان تبقى ده اثبات لحقك في الدولة ان انت سلمت البحث فعلا سواء سجلته الالكتروني او ما سجلتوش انت لازم تسلم الكلام ده للمدرسة بشكل رسمي هيترفع الكنترول عشان يحط لك درجاتك بشكل رسمي وده الرسالة اللي وصلت لي وحبيت اوصل لكم بشكل سريع شكرا جدا جدا على استماعكم واتمنى كونوا استفدتوا بالرسالة اللي وصلت لي ونشكر يا سبيع على التوضيح لان دي نقطة مهمة جدا تهبوا السلام عليكم